من رام الله ينضم إلينا الكاتب الصحفي خليل شهين أستاذ خليل أهلا وسهلا بك دعني أبدأ معك من ما تبعناه المعلومات الرشحت بعد اجتماع بلينكين في رام الله بالرئيس الفلسطيني بداية كيف قرأت ما سمعناه من وزير الخارجية الأمريكي على ضوء أو بالتزامن مع على ما يبدو عدم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالاتفاق الإيطاري يعني بلينكين كان ماضحا بأنه حاولا أن يحافظ على مسافة هذه المرة ما بين الموقف الأمريكي وموقف ناتنياهو بشكل خاص وحلفائه في الاتلاف الحاكم الأكثر تطرفا مثل اسموتريتش وبنكفير لذلك هو ركز على القضايا الإنسانية ركز على أهمية أن يكون هناك تدفق في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ونقل عنه أيضا إشارته في اللقاء مع المسؤولين الإسرائيليين إلى قلق من الاستهداف واسع عن نطاق للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ولذلك هو تحدث عن فتح المزيد من المعابر لتذكر معبر كرم أبو سالم معبر بيت حنون إيرز من أجل إدخال المزيد من البضائع لكن الأهم في كل ما تحدث به هو إشارته خلافا الموقف الإسرائيلي إلى وجود مساحات في الرد الذي قدمته حركة حماس ويعبر عن موقفها ومواقف فصائل أخرى يمكن البناء عليها واستمرار العملية التفاوضية بمعنى أن بلينكين يريد أن يبقي الزخم من الجهود الدبلوماسية أمناً بالتواصل إلى توافق خلال الفترة القادمة لأن موقف إدارة بايدن الآن بأنه يبدو في صراع مع الوقت من أجل إنهاء هذه الحرب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمعنى أن حسابات الربح والخسارة المتعلقة بالانتخابات باتت موجها لسلوك بلينكين وكل الإدارة الأمريكية خلافا لموقف نتنياهو الذي يريد استمرار الحرب ويريد التفاوض تحت النار وإطالة أمد التفاوض إلى حين انتهاء العملية العسكرية بإنجازات يستطيع أن يروجها أمام خصومه في إسرائيل كان واضح بالأمس نتنياهو عندما قال أن مسألة الانتصار الكامل هي مسألة أشهر وهذا يعكس بالتالي ما قيل أو ما توقعته حتى وسائل إعلام إسرائيلية بأنه ضمنياً هو لا يريد أن تتم هذه السفقة لأنه إنهاء الحرب يمكن أن يؤثر على وضعه بالحكم ولكن إذا ما عدنا إلى نقاط حماس بلينكين قال فعلاً أنه هذا يفتح المجال أمام التواصل إلى التوافق ولكن قال أيضاً أنه هناك نقاط غير مشجعة وبالتالي هل يمكن أن نكون أمام بعض التغييرات بعض التعديلات لهذه الشروط فقط للتوصل أقله إلى وقف إطلاق نار وخصوصاً قبل مع ازدياد التلويح بعملية ربما تتم في رفح الفجوات واسعة ما بين المقاربة التي طرحت في اجتماع باريس وما بين الرد الذي قدمته حركة حماس لماذا؟ لأن المقاربة التي طرحت في اجتماع باريس والتي تركز عليها بشكل أساسي الولايات المتحدة ومعها حكومة النتنيهو هي اعتبار القضية المركزية هي قضية استعادة الأسرى والجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في حين أن الرد التي قدمت من حركة حماس يعتبر أن القضية المركزية هي وقف الحرب ومن ثم يمكن معالجة القضايا والملفات ذات الصلة بما فيها موضوع الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية أو الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضافة لقضايا إعادة الإعمار الإغاثة والقضايا الإنسانية في قطاع غزة وإعادة تموضع قوات الاحتلال في المرحلة الأولى عند الخط الفاصل ما بين قطاع غزة وإسرائيل وكذلك في المرحلة الثانية الانسحاب حتى آخر جندي من قطاع غزة لذلك المقاربتين مختلفتين تماماً ولكن أعتقد أن ما يقصده بلينكين بالمساحات هو الجزء المتعلق بما وردها في إطار الاتفاق الذي خطرحها وهو التركيز على قضية التبادل الأسرى في المرحلة الأولى ومحاولة تخفيف مطالب الفصائل الفلسطينية بشأن العداد الكبيرة التي تطالب بالإفراج عنها من السجون الإسرائيلية وخاصة المئات من ذوي المحبوميات العالية وهؤلاء قادة ورموز لدى الشعب الفلسطيني ومن الصعب على إسرائيل أن توافق على هكذا المطلب ومن ثم القضايا الأخرى ذات العلاقة بالمرحلة الثانية التي تشير عملياً وفق المقاربة المقدمة من حركة حماس أن العرب سوف تنتهي في المرحلة الثانية وليس في المرحلة الثالثة لأن كل ما يطرح في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أملياً يؤدي إلى الدخول في مرحلة جديدة من عمليات إعادة الإعمار ونزالة الأنطاض لغاية الإنسانية إضافة إلى مطالب أخرى ربما تعتقد الولايات المتحدة أن مكانها ليس في اتفاق الإطار وهي المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس وخاصة أننا نقترب من شهر رمضان المبارك الذي تحذر حتى أوساط إسرائيلية أنه قد يشكل محطة لتبجير الأوضاع برمتها ليس فقط في الضفة الغربية وربما أيضاً في أراضي عام 48 وبالتالي أمام هذا الواقع اليوم هل يمكن الاستفادة من الظرف لتحقيق تقريب بوجهات النظر أمام هذه الفجوات الواضح أن الجانب الأمريكي وكما ذكرت أستاذ خليل يهدف إلى حتى لو من الناحية الإنسانية وقف إطلاق النار مؤقت وهدن وبالتالي الضغط على الجانب الإسرائيلي واضح ولكن أمام هذه المطالب يعتبر بعض أنه هذه تعطي فرصة لنتنياهو للتنصل من هذه الاتفاقية اتفاقيات الإطار نظراً لطلبات حماس صحيح تماماً ولذلك ما يسعى إليه بلينكين هو قطع الطريق على موقف نتنياهو قبل أن يجتمع مجلس الحرب هذا اليوم ويظهر الموقف الرسمي بمعنى أن الأولوي يجب أن تعطى الاستمرار الجهود الدبلوماسية لتوصل إلى وقف إطلاق النار حتى ولو كان متقطعاً على مراحل هذا ما تريده المولايات المتحدة ولكن أيضاً هذا ما تريده أيضاً مصر وقطر وهما شركان نشطان في هذه الجهود الدبلوماسية لذلك أعتقد أن وصول وفد من حركة حماس هذا اليوم إلى القاهرة وحديث إسرائيلي عن إمكانية وصول وفد إسرائيلي أيضاً إلى القاهرة تشير إلى أننا قد نكون أمام مرحلة جديدة عنوانها التفاوض المكثف المفاوضات المكوكية غير المباشرة ما بين حماس وما بين إسرائيل بوساطة مصرية قطرية هذا قد يحدث وهذا الأمر يشكل عامل وقت على نتنياهو إذ أنه سيكون مضطراً لتعامل مع هذه الجهود الدبلوماسية وهذه الكرة إذا دارت هي سوف تغذي الخلافات الداخلية في مجلس الحرب ولكن ما الذي يمكن أن يدير هذه الكرة أستاذ خليل استمرار الجهود الدبلوماسية ولدارك الولايات المتحدة سوف تؤيد ما سوف تقوم به القاهرة يعني من اتصالات ابتداء من هذا اليوم وسوف تحاول أن تجسر الفجوات الواسعة ما بين الموقف الإسرائيلي وموقف حركة حماس نحن لا نعرف حتى الآن الموقف الرسمي الإسرائيلي لأن نتنياهو استبقى الجميع يوم أمس حتى استبقى موقف حكومته بالإعلان عن موقف عملياً يقول لا للجهود الدبلوماسية إذا ما استندت إلى عناصر واردة في الردود التي قدمتها حركة حماس والبصائل الأخرى لكن هذا بحد ذاته وسيولد ضغط داخل على إسرائيل لا يستطيع أن يقاطع الجهود الدبلوماسية لأن عائلات الأسرى ولكن يمكنه أحذرني هنا على المقاطع يمكنه أن يكمل ويتحرك عسكرياً ويتوسع ربما في الجنوب وحتى إلى مناطق في رفح خلال هذه المفاوضات الدبلوماسية بل يمكنه أن يقوم بأكثر من ذلك يمكنه أن يفجر كل هذا المصار إذا ما لجأ الاستخدام أدوات أخرى إلى جانب توسيع العملية في رفح هو على سبيل المثال يمكن أن يلجأ إلى عمليات اغتيال لقادة من حركة عماس أو الفصائل الفلسطينية أخرى على غرار ما فعله باغتيال القيادة في حركة عماس صالح الأروري في بيروت ولذلك أعتقد أن هذا الأمر يبقى وارد يعني عين نتنياه سوف تكون على استخدام أية أدوات يمكنها أن تصعد الموقف أكثر فأكثر وتعطل مجمل هذه الجهود كما تكرت نتنياه يريد أن يدحرج كرة الحرب حتى نهاية هذا العام لأن هذا الأمر أولا يعطيه الأمل بمغادرة بايدن عن البيت الأبيض ودخول ترامب بديلا عنه هو يعتقد أن ترامب سيكون حليفا طبيعيا بمعنى أن الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف في إسرائيل سوف يلتقي مع خطاب شعبوي يميني يكرره ترامب إذا موصل إلى البيت الأبيض لكن أيضا دحرجت كرة الحرب إلى الأمام لأشهر قادمة كما ذكره يوم أمس يشير إلى أن نتنياه لا يريد لحظة تتوقف فيها الحرب وبالتالي تنفجر الأوضاع الداخلية في إسرائيل المعارضة تهدد بالعودة مرة أخرى إلى الشارع بمئات ألاف على غرار ما فعلته بان الاحتجاج على ما سمي خطة التعديلات القضائية ما قبل السابع من أكتوبر كما أن جانس يستعد على ما يبدو للرحيل من هذه الحكومة في اللحظة التي يعتقد جانس أنها سوف تخدمه من حيث اتساع شعبيته أكثر إذن الوضع في إسرائيل أيضا يشكل عامل ضغط على نتنياه لكن أنا أتفق تماما مع ما ذكرته بأن نتنياه سوف يلجأ وهو يفعل ذلك منذ يوم أمس في منطقة رفح بتكثيف الغارات على مناطق محيطة بمدينة رفح وهذا مؤشر على أن هذه الاستعدادات تشير إلى الانتقال إلى قرب الانتقال من العملية في خانيونس إلى العملية في رفح مع كل ما يمكن أن يترتب على ذلك ليس فقط من كوارث إنسانية بل ومن خطر دفع الفلسطينيين في رفح وهم بمئات الألاف للفرار باتجاه مصر شكرا جزيلا لك من رام الله الكاتب الصحفي خليل شهين